أرجع مرة تانية يا دكتور حاتم ما بين الإدراج ثم النفاذ ثم أو مش النفاذ بقى الإلزام وصولا إلى النفاذ تمام خلينا بس نبدأ إن كما تهاوت أجذوبة الجيش الذي لا يكهر على أيدي الإرادة المصرية سوف يكون هناك مردودا لقرار جوتيريش إدراج الكيان الصهيوني ضمن القائمة السوداء على إسرائيل بمعنى أن معضلة القانون الدولي كما يعلم الجميع هي النفاذ أو تنفيذ القرارات الأممية الآن معنى قرارا أو سندا شرعيا دوليا يدين إسرائيل يكون بمكنة أشخاص القانون الدولي من دول ومنظمات دولية استغلال وتسخير هذا القرار ضمن الدعوة زي ما ذكرت أمام حكمة العدل الدولي أو الجنائية الدولية أو أمام أي منظمة حكومية دولية أو أي دولة تستخدمها في سبيل رفع أو نزع الشرعية الدولية عن الدولة التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان وأنها وحى للحقوق الإنسان وما إلى ذلك بمعنى أن إنفاذ القانون الدولي والقرارات الأممية لن يكون لأن ليس هناك سلطة تعلو سلطة الدول لأن الدول تتمتع بالسيادة كما يعلم الجميع ولكن سندا دوليا إلى جانب سند آخر إلى جانب دعوة منظورة أمام القضاء الدولي محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية كل ذلك سيسهم في نزع الغطاء الشرعي أو الشرعية التي تتغنى بها إسرائيل كما ذكرت وسيسهم في النهاية إلى تنفيذ القرارات الأممية والقرارات الدولية هل من الممكن أنه يتم رفع قضايا بشكل منفرد تجاه أسماء بعينها يعني زمان ترفعت قضية على تسيب ليفني ممكن دكتور أسامة يتذكر والقضية دي كسبناها كانت في محكمة إنجليزية وبناء عليها تسيب ليفني ما عرفتش تخش إنجلترا أظن كان صنعة 15 أو 16 أنزاء هل من الممكن أن نتوسع في ذلك أسر فلسطينية تقوم برفع دعاوة ضد أسماء محددة في هذه الحكومة فليكن سموتريتش وله تصريحات كاريسية فليكن بنغفير وله تصريحات كاريسية فليكن نتنياه وله تصريحات كاريسية إلخ يعني نتوسع في هذه القضايا وفي أكثر من عاصمة وصولا لما نحصل الحكم نحصل عليه يعني مش دي مسألة أنا عاوز أكسب بالنقط زي ما بيت قال دي دعوة من حضرتك يعني أتمنى يعني مسألة إمكانيتها طبعا شرط الصفة والمصلحة متوفرين في هذه الحالة وهيكون هناك غطاء شرعيا دوليا متمثلا في قرار جوتيريش إدراج إسرائيل ضمن قائمة السوداء خصوصا فيما يتعلق بقتل وتعذيب الأطفال فيكون بمكنة الأسر الفلسطينية المتضررة سيما التي فقدت أطفالها أو قتلوا أو استشهدوا في العمليات العسكرية أن تقاضي سواء أشخاص أو الكيان السهيني ذاتي في مختلف الدول الأوروبية أو أي دولة طب هاي الجديد